احتل الرامي خالد المضف المركز الثاني في تصفيات رماية تراب لفرد الرجال في أولمبيات باريس بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية حيث حقق في الأولى 24 طبقا من أصل 25 وفي الثانية 25 طبقا من أصل 25 هذا وتستكمل صباح الغد الجولة الأخيرة حيث سيتم اختيار أفضل ستة رما إلى النهائي